بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هدى للناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصراط أن يهدينا الصراط المستقيم أن يهدينا السبيل القويم أن يكرمنا بنصر مبين أن ينصر أهلنا في غزة والقدس والضفة وفلسطين على عدو ظالم متغطرس نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي صدورنا بيوم يفرح به المؤمنون بنصر الله إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ونحن على أبواب ذلك اليوم وتلك الذكرة الذي تعرج فيه أرواح المؤمنين إلى مقامات القرب وهي تتذكر وهي تعاين وتعيش معاني رحلة الإسراء والمعراج ونحن على أبواب هذه الذكرة نجدد تلك البيعة التي نتعلمها ونحن نقرأ عن رحلة الإسراء والمعراج بيعة أن الأقصى أن الأقصى عقيدة في قلب كل مؤمن أن الأقصى عقيدة وإيمان نتعلم تلك العقيدة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونحن نتلو قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الأقصى عقيدة كانت وما زالت وستبق في قلوب هذه الأمة وفي قلوب الأبطال الذين يدافعون عن دينهم وأرضهم وعرضهم ومقدساتهم على أرض غزة اليوم تحركهم تلك المعاني يدافعون عن تلك القيم ينادون بذلك النداء لصاحب الإسراء والمعراج لمن أكرم في تلك الرحلة نحن الذين بايعناك يا رسول الله نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما حيين أبدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيين أبدا سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلم تلك الأنوار المحمدية لم تغب يوما عن قلوب المحبين وهم يرون بعيون القلوب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل يحتشدون لاستقباله في المسجد الأقصى لتكون تلك البيعة وذلك اللقاء وذلك المعنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنك يا رسول الله أنك سيد الأنبياء وإمام الأنبياء وخاتم الأنبياء من فتحت لك أبواب الأرض والسماء وأنك يا رسول الله صاحب الوراثة وأنك يا رسول الله وريث الأنبياء فوق تلك الأرض ووريث تلك الأرض وحامل راية الأنبياء حامل راية ووريث سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم الصلاة والسلام فوراثة الأنبياء لمن كان حاملا ذلك المعنى لا إله إلا الله ولمن كان سائرا طريق رضوان الله وراثة الأنبياء لا تكون لأدعياء الانتساب إلى سيدنا موسى وسيدنا موسى منهم براء من صهاينة اليوم من اليهود المعتدين الذين يسفكون الدماء ويغفرون بآيات الله ويعتدون ويقتلون ويبيدون لا الوراثة في المسجد الأقصى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمة الإسلام فلا سيادة ولا ولاية دينا وعقيدة على أرض فلسطين وعلى المسجد الأقصى إلا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا المعنى الذي نراه عندما نرى بالقلوب الأنبياء مصطفين حول خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون خلفه هذا المعنى الذي نفهمه عندما نستمع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لنا لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد إذن سيتكلم الآن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بقاع مباركة فيها صفة المسجدية هي من منارات الإسلام هي منارات الإسلام والتي لا يجوز أن يكون لأحد عليها ولاية إلا لأفراد هذه الأمة للمسجد الحرام وللمسجد الأقصى ولمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عندما نتشرف في أردننا الحبيب في المملكة الأردنية الهاشمية بالوصاية على المسجد الأقصى والمقدسات ونقول أن المسجد الأقصى لا يقبل تقسيما زمانيا ولا مكانية وأنه حق خالص للمسلمين وكما يقولها جلالة ملك البلاد هو خط أحمر فتلك عقيدة وذلك المعنى إيمان نتعبد الله به وهو وراثة عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ومسجدية المسجد الأقصى الذي يحاول المحتل الصهيوني ونحن نعلم حقده وبغضه ويحاول معه من نأسف على تلبيتهم دعوته لمحاولة تهويد المسجد الأقصى يحاولون تهويده يحاولون نزع قدسيته من قلوب المسلمين يحاولون أن يجعلوا قضية المسجد الأقصى قضية خاصة بأهل فلسطين هذه المحاولات تحت ذلك العنوان أنه كأي مسجد وأن ذلك المكان لا اختصاص فيه ولا أهمية خاصة له هؤلاء أنا لا أتكلم عن العدو الصهيوني بل أتكلم عن من يحاولون تسويغ هذه الفكرة تحت مسوّغات ومعطيات شرعية هؤلاء الذين غاب عنهم قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فالذي وصفه بالمسجدية هو الله جل في علاه اللهم ارزقنا صلاة فيه محررا مطهرا وأكرمنا أن نكون من أهل وجند تحريره مولانا رب العالمين فاصل ونواصل بإذن الله تعالى فابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم من جديد أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم هدى للناس ونكمل مع قضية الإسراء والمعراج ورحلة الإسراء والمعراج والقضية الأولى التي ذكرناها هي قضية مكانة المسجد الأقصى كعقيدة راسخة في قلوب المسلمين وأن المسجد الأقصى بنص القرآن الكريم ونص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأرض فلسطين حق خالص للمسلمين لذا قال الحق سبحانه وتعالى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فهي بلاد مباركة وهذه البركة عمت بلادنا أردننا الحبيب بوابة الفتح وحصن الحرمين البلاد التي التي تباركت بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنوبها إلى شمالها بلاد مؤته وبلاد اليرموك شفقوا شفقوا الجهاد على شمالك أحمر ودموا ودموا الشهادة من جنوبك يقطر الله أكبر للجبابرة الأولى خطوك في سفر الخلود وسطروا هذه البلاد في سفر الصالحين المصلحين الفاتحين كانت وستبقى بمواقفها ونسأل الله أن يجعل فلسطين وبيت المقدس بياضا لوجوهنا في الدنيا وفي الآخرة الرسالة الثانية من رحلة الإسراء والمعراج هي متصلة بالأولى وهي أن الضيق الذي يواجهه المؤمن في حياته مبشر بالفرج وأن البلايا التي يمكن أن تجدها في أي محطة من محطات حياتك مؤذنة بالعطاء ومؤذنة بالإكرام من رب الأرض والسماء هذه نجدها واضحة كقاعدة فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر في رحلة الإسراء والمعراج كيف رحلة الإسراء والمعراج كانت سنة 11 سنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين هي رحلة تكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت أبواب السماء الأنبياء والرسل يستقبلون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم النبي عليه الصلاة والسلام إماما بالأنبياء تفتح أبواب السماء كل سماء تفتح أبوابها يقول حارس الباب صاحب الباب أبو عثى محمد نعم المجيء جاء كل هذا إكرام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لكن ما الذي سبق هذا الإكرام لكن ماذا قبل هذا الإكرام قبل هذا الإكرام سنة اسمها سنة الحزن ورحلة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أصعب ساعة في حياته قبل رحلة الإكرام هذه الرحلة التي كانت مشهد من مشاهد العطاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدها كانت بيعة العقبة الأولى فالثانية فالهجرة فتتوالى الانتصارات إلى الفتح سن ثمانية من هجرته الشريفة قبلها كان في شدة عظيمة جدا قبلها إلي سنة عشر عام الحزن سمي عام الحزن لصعوبة ذلك العام ذلك العام بعد أن انتهى حصار المشركين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الشعب مع المسلمين ومع قبيلته من بني هاشم وإذا بفقدين الفقد الأول سيدتنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي كانت سند عاطفي معنوي لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كانت واحد عطف ومحبة وحنان واسة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها وبمالها كانت رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي صاحبة تلك الكلمات التي تدل على شخصيتها وفهمها وحكمتها والله لن يخزيك الله أبدا أنت تصل الرحم أنت تعين المعدوم أنت تعين على نوائب الدهر أنت تقر الضيف لن يخزيك الله أبدا سيدتنا خديجة صاحبة ذلك المقام التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والتي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبشرة إن الله يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام دلال على عظيم مكانتها ومقامها سيدنا جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ستأتي الآن إليك خديجة بلغها من ربها السلام وبلغها مني السلام وبشرها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب لأنها كانت موء العاطفي كانت ملاذ كانت مكان كانت واحد حب وحنان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يواجهه من كفار مكة من صخب وإزعاج ونصب وتعب فيجد في بيته الطمأنينة والسكينة فكان عطاؤها وكان نعيمها من جنس عملها بشر خديجة بقصر في الجنة من قصب يعني لؤلؤ من جماله يورى باطنه من ظاهره لا صخب فيه ولا نصب فكانت سيدتنا خديجة صاحبة ذلك المقام وردت ذلك الرد الذي يدل على عظيم فقهها قالت الله السلام ومنه السلام لا يقال على الله السلام لأن السلام من الله قالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام توفيت سيدتنا خديجة في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فقد وبعد ذلك توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو طالب داعم وسند مادي عشائري لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تنل مني قريش ما نالت لم تنل مني قريش ما نالت إلا بعد أن توفي أبو طالب يعني بعد وفاة أبي طالب تسلطت تسلط قفار مكة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو طالب الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة فاصدع بأمرك ما عليك غضابة أبشر بذاك وقر منه عيونة إذن هو داعم هو يعاضد تلك الدعوة وتوفي في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذن سيدتنا خديجة رضي الله عنها انتقلت إلى رحمة الله في العام العاشر توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر فقد واشتد أذى الكفار فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد اشتداد هذا الأذى ينتقل إلى مكان جديد يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد أرض جديدة لهذه الدعوة فينتقل إلى الطائف ويتكلم مع كبارها أبناء عبد ياليل فيردون أقبح رد ويجيبون إجابات لا تتناسب أبدا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمسين من عمره وهو مطعم الحجيج من بني هاشب هو الذي وضع الحجر في زاوية الكعبة هو الأمين يجيبون أقبح الإجابات ما وجد الله غيرك لو كنت رسول الله لمزقت أستار الكعبة لو كنت رسول الله أنت أعظم من أن أتكلم معك وأن لم تكن فأنت أقل تتباين الإجابات لماذا؟ قايفين عن مصالحهم التجارية لأن الطائف فيها مزارع لكفار مكة فبدهم أموالهم الضلماشة فلا نسيء ونكذب ونفتري ونسيء للضيف نسيء لمن يطعمنا نسيء لمن يطعم الحجيج نسيء للأمين نصل إلى هذه المرحلة من البذاءة والقذاعة أن نصلط السفهة والمجانين يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة ضيف ضيف يرمونه بالحجارة ويدمون أقدامه الشريفة ويشجون رأس سيدنا زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه لما سيدتنا عائشة عندما سألت سيدتنا عائشة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصعب ساعة في حياته أشهد ساعة قالت له تلك في أحد لما السيوف كانت فوقك من كل مكان تريد قتلك ووصل سيف إلى مغفر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ليست تلك الساعة هي أشد ساعة في أصعب من ساعة سيوف فوق رأس أي إنسان تريد قتله قال لا ليست تلك الساعة بل يوم أخرجني قومك إلى الطائف الله أكبر حتى نعلم مستوى الشدة مستوى التأثر الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومشى أميال داخل الطائف حتى ذهب إلى بستان وتوجه إلى الله بذلك الدعاء الذي يدل على مدى تأثر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم أنت رب المستضعفين أنا مستضعف وأنت ربي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى من تكلوني إلى عدو قريب ملكته أمري أم إلى عدو بعيد يتجهمني كفار مكة أمري عندهم وكفار الطائف أساء ثم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة إن ينزل بي غضبك أو يحل بي صختك لك العتبة حتى ترضى وعافيتك أو سعدي ولا حول ولا قوة إلا بك هذا الدعاء يدلنا على مستوى الأذى بعدها النبي صلى الله عليه وسلم يحاول الرجوع إلى مكة جاود وإذا أهل مكة قالوا لا ما في دخول ما في دخول لمين لسيد مكة لمطعم حجيجها لابن سيدنا إبراهيم للذي ركز الحجر في زاوية البيت للأمين الذي كنتم عندما ترونه تقول تقولون جاء الأمين جاء الأمين هذا يقال له لا دخول إلى مكة وسيدنا زيد ابن حارثة رفيق رحلة الطائف الذي شرفت بلاد الأردن به في مؤتة الكرك مقامه الشريف وهو على أبواب مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما العمل الآن الطائف سكرته وجهنا ومكة ابنها جند خمة قال يا زيد إِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لِمَا تَرَى فَرَجًا وَمُخْرِجًا وَمَخْرَجًا إِنَّ اللَّهَ مُظْهِرُ النَّبِيَّهُ سَيَنْصُرُنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ أنا أتكلم بهذا المعنى وأذكر أهلنا في غزة الآن ما هذا البرد وذلك العدو وهم على أبواب من وقف النبي صلى الله عليه وسلم على بابه وهو يقول اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربنا هل بعد هذا الضيق فرج؟ ألم يأني أن يتخلى أهل هذا الدين عن دينهم؟ هذا الضيق بعده تماماً كان الفرج بعد ما أغلقت أبواب الأرض فتحت أبواب السماء وكانت رحلة الإسرائيوي ورحلة المعراج ورحلة الإكرام وكان بعدها وكان بعدها أن توالت الانتصارات المعنوية ثم الانتصارات المادية بيعت العقبة الأولى للأنصار فالثانية فالهجرة فبدر فأحد فالأحزاب فالخندق ففتح مكة فحنين بعدها بعد الهجرة بثماني سنوات ونصف انتهى أمر كفار مكة وانتهى أمر أعداء الدين نخرج إلى فاصل ونواصل بإذن الله تعالى فابقوا معنا ومرحباً بكم في برنامجكم هدى للناس رحلة الإسرائي والمعراج ورسائل رحلة الإسرائي والمعراج ومبشرات رحلة الإسرائي والمعراج ونحن نرى أهلنا في غزة والقدس وكل فلسطين وكما عشنا معكم قبل الفواصل أن رحلة الإسرائي والمعراج رحلة ترسيخ معاني قيمة ومكانة القدس في قلوب المؤمنين وأنها رحلة البشائر بأن النصر بعد الصبر وأن الفرجة بعد الضيق وأن اليسر بعد العسر وهي أيضاً رحلة حملت رسالة خاصة إلى الصابرين رغم البلاء الثابتين رغم للامتحان ورغم تعذيب الظلمة من ورثة فرعون هي رسالة خاصة لكل من فقد وابتلي هي رسالة خاصة بأن مقامكم عند الله عظيم وأن أنبياء الله يتساءلون عن سر أصحاب ذلك المقام ففي ذلك المقام وفي هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم في السماء يشتم رائحة طيبة في رحلة الإسرائي والمعراج رائحة جميلة جداً عطر جميل جداً يملأ السماء فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل عليه السلام رائحة من هذه؟ إش هذه الرائحة الطيبة؟ فقال سيدنا جبريل قال أمين الوحي معرفاً سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولاد هذه الماشطة سيد الملائكة يعرف سيد البشر على مقام ماشطة يعني اللي بتسرح اللي بتمشط الشعر لبنت فرعون كيف حازت ماشطة شعر ابنة فرعون على ذلك المقام؟ ليتكلم فيه وليتساءل عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليجيبه سيدنا جبريل عليه السلام ماشطة ابنة فرعون مؤمنة وتعمل عند فرعون مؤمنة موحدة وهي تسرح شعر ابنة فرعون وجع ماشطة على الأرض هذه قصة لأمهاتنا في فلسطين هذه قصة لأمهات فلسطين هذه قصة لأمهات الشهداء اللواتي فقدن وصبرن أو التحقن بأولادهن إلى جنات النعيم بتمشط شعر ابنة فرعون ويبتمشط ويقع المؤمن إلسانه معتاد دائما على ذكر الله ويقع المشط قالت بسم الله بنت فرعون خافت على ملك أبيها وعلى نظام اعتمدو ربوبية فرعون قالت تقصدين أبي يعني ديري بارك جاء تكفري بأبوي ببيتنا تقصدين أبي قالت لا لا أقصد أبيك لا أقصد أباك بل ربي وربك ورب أبيك قالت لها أخبر أبي قالت لها إن شئت أباك فاتخذت تلك الماشطة قرارا بالثبات ومواجهة ظلم وغطرسة فرعون وهي ماشطة تسرح شعر ابنة فرعون لكنها تحمل إيمانا سيقزم فرعون وظلم فرعون وظلم فرعون وظلم فرعون وسيظهر أن الإيمان منتصر على كل الجبابرة المحتلين الطغاة الباغين بنت فرعون رعت على أبوها قالت له الدين الإيمان وصل إلى قصرك يا أبتي وصل إلى بيتك يا فرعون كما هم المحتلون اليوم يرون قوة الإيمان وهي تهز وهنهم وكيانهم الزائل بإذن الله تعالى قالا الإيمان وصل عندك جيبوا الماشطة سفر عون بده يستخدم أسلوب يستخدمه الطغاة والظلمة إنه بدي أجعل عذاب من عصاني عبرة لمن يعتبر لكي لا يفكر شخص بمعصيتي فأنا ما بدي أذبحها ولا بدي أذبح ولادها لا أنا بدي أعذبهم بالقتل حتى أجعل كل من رأى هذا المشهد لا يفكر ألبتة أن يقف في وجه فرعون كما هم المحتلون اليوم كما هو المحتل الغاصب اليوم ولك أنا ما بدي في غزة إلا الإبادة أنا بدي أبيد غزة عن الوجود وأنا أتبجح بمن يدعمني من الظلمة لمثلي سأبيد غزة عن الوجود ففرعون ما جاب الماشطة لا جيبوا الماشطة أجيبوا أولادها شو دخل أولادها آآ ولدها بشان يتربوا ويتعلموا ما حدا ما حدا يقرب مرة ثانية وبجيب بقرة كبيرة من نحاس ويوقت تحتها النار ويضع فيها ماء إن إذا دخل فيه جسم الإنسان ذاب ذلك الجسد وجاب الماشطة وجاب أولادها آآ تكفري بربك وتؤمني بفرعون وإلا أرمي أولادك واحد وردتاني في هذه البقرة النحاسية أولادها منهم الكبار ومنهم الصغار وآخرهم طفل رضيع تحمله كأطفال فلسطين الرضاء الذين يقتلهم المحتل اليوم لنعلم أن هذه القصة لها جذور في تاريخ الظلمة يمثلهم اليوم ذلك الكيان الصهيوني الغاصب ذلك المعتدي ذلك العدو الصهيوني الغاصب تكفري ولن دبلك أولادك بهذه النيران فثبتت وثبت أولادها وبدأوا يلقون أولادها أمامها واحدا تل والآخر في النار حتى وصلوا إلى رضيعها اللي في حجرة فثبتهم يسحبوا لكي يكملوا العذاب ويرموا ويلحقوها فيه لما يجوا يسحبوا الرضيع من إيدها كأنهم ينزعون قلبها من صدرها فتحركت ممكن بدت عليها علامات التردد فحتى يختم هذا المشهد بالكمال حتى يختم هذا المشهد بالتمام الإيماني أنطق الله الصغير تكلم الصغير في المهد تكلم قبل سن الكلام أنطقه الله ليقول لأمه اثبتي يا أمي اصبري يا أمي فإنك على الحق عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة هذه الماشطة ألقيت في النار والشهيد الموت بالنسبة إليه كوخزة الإبرط ولكن مسكها ملأ السماوات ليسأل عنه الأنبياء ولتجيبهم الملائكة كما هو مسك شهداء فلسطين اليوم وكما هي دماء الشهداء اليوم والتي ستكون بإذن الله نورا للمؤمنين ونارا على الظالمين كما هي رحلة الإسراء والمعراج مبشرة أن النصر بعد الصبر اللهم أكرمنا بيوم نصر قريب تعز به أولياءك وتذل به أعداءك أنصر أهلنا في غزة والقدس وفلسطين رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولوالدينا جميعا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر